السنوات العامة خلصت والنتائج ظهرت ومكاتب التنسيق على الأبواب الكل بيستعد في كل البيوت المصرية لمرحلة الجامعة لمرحلة دخول طلابهم الجامعة النهاردة عايزين نتكلم عن هذه المرحلة المهمة جدا في حياة كل أسرة مصرية وطبعا في حياة كل شاب المرحلة دي هي مرحلة جديدة بيبدأها الطالب بعد السنوات العامة بتفتح قدامه أبواب واسعة جدا علشان تحقق كل أحلام في الحقيقة احنا عندنا جامعات مصرية فيها تخصصات مختلفة علوم وهندسة وفنون وإدارة ده غير التخصصات الجديدة اللي ترأت في نظام تعاليمنا الجاميع المصري من كام سنة زي الذكاء الاصطناعي والبرمجة وهندسة الاتصالات وغيرها من كل المجالات اللي بتفتح أفواق جديدة لطلابنا في أسواء العمل الجديدة في الحقيقة كل ده بيخلي فيه تنوع وبيخلي فيه فرص للطلاب علشان يختاروا المصار اللي بيناسب اهتمامهم وبيناسب طموحتهم صحيح يا مصطفى مرحلة جديدة بيبدأها الطالب بيكتسب فيها خبرات مختلفة جدا عن السنوات اللي أضاها في التعليم الأساسي مرحلة الجامعة بتكون مختلفة كليا إزاي بيكون فيها علاقات اجتماعية مختلفة بتكون فيها اختيارات لعدد من المواد ومجموعة من المواد العلمية اللي ممكن تأهلك لسوق العمل بشكل مختلف والبرامج الأكاديمية وكمان كل ده بيكون حسب اختياراتك وفيه كمان الساعات المعتمدة للتعليم وفيه كورسات ممكن تتاخد في الصيف يعني بتخليك كده تشتغل في اختيارات تشغل بيها عقلك وازاي ترتب أفكارك وتحط أولوياتك ورغباتك وتحط بدائل كمان الدنيا ما بتقفش على كلية أو على مجموع جاب الكلية اللي انت عايزها ولا لا لكن ممكن تحط نفسك في مجال جديد تكتشف فيه نفسك وتقدر ان انت تاخد كورسات تزود بيها مهاراتك واحتياجات سوق العمل من خلال الجامعات المختلفة اللي موجودة دلوقتي على الساحة المصرية سواء جامعات حكومية جامعات أهلية جامعات خاصة وبرامج تعليمية بالشراكة مع دول خارجية في الحقيقة الجامعة بتعتبر بداية حقيقية على أرض الواقع مش بداية بس للطالب هي أيضا بداية كمان أيضا لأسرته يعني هي تجربة جديدة للجميع حسب الإحصائيات الصادرة من وزارة التعليم العالي احنا عندنا حوالي مليون ونص مليون طالب بيدخلوا الجامعات المصرية وده طبعا يعني رقم كبير بيعكس حجم التحديات وحجم الفرص اللي بتواجه طلبنا وخصوصا في ظل احتكاكهم بسوق العمل علشان كده لازم كل طالب يفكر في خطوته الجاية بدقة وبعناية وبتفكير عميق ويبقى متأكد تماما من الكلية اللي حيخشها النهية الكلية يعني هتلبي شغفه وحتلبي طموحاته وحتلبي أيضا يعني اهتماماته لما يتخرج ويوصل لسوق العمل السنة الأولى بتكون سنة مفصلية وفيها نقلة كده بتختلف كتير وساعات بتحصل بعض الهزات سواء في النتائج في خبرات الاختيار للمواد المختلفة لكن في سنة تانية بيكون الطالب يوقف على رجله زي ما بيقوله كده وبيعرف هو رايح فين ودخل في بقى ترس في مكانة كبيرة جدا بتشتغل في سنوات الدراسة وهيقدر يحقق بيها الشهادة العلمية اللي هيحصل عليها ويخرج لسوق العمل بالجودة الموفقة بإذن الله كمان العلاقات الاجتماعية بتختلف صحابك اللي كانوا معاك في المدرسة أو طوال سنوات الدراسة بيختلفوا وفيه شخصيات جديدة بتتعرف عليها وفيه عدد من المهارات بتكتسبها ونشاطات طلابية بتشترك فيها كل ده بيساعد على بناء الشخصية مش بس مجرد المواد العلمية أو أن احنا بنقعد في قاعة محاضرات لكن كمان أهليت التعامل أهليت التعامل مع أساتذة الجمعة أهليت التعامل مع الأصدقاء والشخصيات المختلفة وإزاي تنمي مهاراتك على كافة المستويات سواء الاجتماعية أو المهنية ده بيخلي الطالب بيتكيف مع مجتمع جديد ودراسة جديدة وبيتهيأ بشكل أو بآخر لسوق العمل لأن سوق العمل مش بس مجرد علم بطبقه لا كمان فيه مهارات التعامل وإزاي بتقدم نفسك وإزاي بتقدر تشتغل على الكمبيوتر وإزاي بتقدر تعمل المشروعات المختلفة وإزاي تقوم بالأبحاث المختلفة وبالتالي بتكون متميز في الطلب داخل سوق العمل على أي حال إحنا بنتمنى لكل طلابنا أن هم يتوفقوا في دخول الكليات اللي بالفعل يعني بيبقى عندهم شغف بيها حاول تدرس على قد ما تقدر الحاجة اللي بتحبها ما تخشش حاجة ما بتحبهاش أنت ممكن تخش طب وتبقى أفشل دكتور ولكن ممكن تخش تجارة وتبقى أنجح محاسم ملهاش علاقة خالص احنا شفنا نمازج كتير زي كده وخلينا نأكد عليكم أن الجماعات المصرية النهاردة بتتيح فرص كتير جدا في دراسات جديدة دخلت كروافت جديدة على جماعاتنا الخاصة زي البرمجة وزي الذجاء الاصطناعي وزي كل ما له يتعلق بهذا الأمر عندنا جماعات أهلية أيضا دخلت على الخط مع الجماعات الخاصة عندنا جماعات خاصة أيضا عندنا برامج دولية كل ده أصبح متاح في سوق الجماعات صحيح لأن الجماعات الأهلية كمان لها تجربة استثنائية جدا في مصر وعدد التخصصات اللي فتحته سواء في الجلالة في العالمين عدد من الجماعات الأهلية واللي بتهيأ كمان سكن محترم جدا للطلاب أثناء سنوات الدراسة وبتكلفة يعني أقل من الجماعات الخاصة وأكتر من الجماعات الحكومية اللي فيها الدراسة مجانية